بروج يقيل مدربه بعد التأهل التاريخي استغنى كلوب بروج عن خدمات مدرب كارل هوفي كينز رغم قيادة النادي البلجيكي لبلوغ دور 16 لدور أبطال أوروبا لكرة القدم لأول مرة في تاريخه هذا الموسم وأعلن النادي إقالة المدربة ليوم الأربعة بعد سلسلة من النتائج المخيبة محليا بما في ذلك هزيمة منكر أربع واحد على ملعبه أمام سانتورين دين في كأس بروجيكا الأسبوع الماضي التعادل الإيجابي واحد لواحد مع لوفين في الدور الثلاثة ليبقى حامل اللقب في المركز الرابع بفارق 12 نقطة عن جنك المتصدر وتولى هوفي كينز البالغ عمره 44 عاما المسؤولية قبل 6 أشهر فقط حيث انتقل من دور المساعد ليحل محل أوليفيريد شرودر الذي غادر إلى آياكسام سيردام بعد فوزه بالدور البلجيكي الموسم الماضي وترك هوفي كينز الذي دافع عن ألوان فريقي ستوك سيتي ووسط بروميتش ألبيون خلال مسيرة في الملاعب بصمة فورية مع كلوب بروج في مرحلة المجموعات بدور أبطال أوروبا حيث فاز الفريق بأول ثلاث مباريات وكان من أول المتأهلين لدور الستة عشر وأنهى كلوب بروج دور المجموعات في المركز الثاني خلف بورتو ليطيح بأتليتكو مادريد وباير ريفير كوزن لكن النادي قال إن النتائج المخيبة في الدور البلجيكي لا تلبي طموحات المسؤولين ويبحث حاليا عن أفضل خليفة كما استغنى كلوب بروج عن خدمات مدربي كارل هوف كينز رغم قيادته النادي البلجيكي لبلوغ دور ستة عشر لدور أبطال أوروبا لكرة القدم لأول مرة في تاريخ هذا الموسم